كيفية أخذ عينات التربة أولاً يجب أن نعرف لماذا علينا أخذ عينات من التربة تتصف التربة الزراعية بتباين كبير في خصائصها لذلك يجب أخذ عينات من التربة بشكل متكرر لتحديد خصوبتها والتوصية بالتسميد المناسب للحصول على الإنتاجية المطلوبة لكل محصول كم مرة يجب أخذ عينات من التربة؟ يجب أخذ عينات التربة على الأقل كل سنتين إلى ثلاث سنوات إذا لم يكن هناك تغير كبير في نمط المحاصيل والوقت المناسب لأخذ عينات التربة هو قبل إعداد التربة للموسم الزراعي الجديد يجب أخذ العينات عندما تكون التربة قابلة للتفتيت أي ليست رطبة وليست جافة مما يسهل من جمع العينات إذن ما الأدوات المطلوبة لأخذ عينات من التربة؟ علينا استخدام مجرفة أو مثقاب التربة وأيضاً أكياس ودلو لجمع العينات وقلم لتسجيل معلومات العينات كيف يتم تجميع عينات التربة؟ يجب جمع العينات من الطبقة العلوية للتربة أي على عمق حوالي 6 بوصات لأن مغذيات التربة ستركز في التربة السطحية يؤدي جمع العينات من الطبقة السطحية إلى تقدير مبالغ لمغذيات التربة مما يؤدي إلى استخدام أقل الأسمدة من اللازم يؤدي جمع العينات من مناطق أعمق إلى تقدير أقل لمغذيات التربة وبالتالي استخدام أسمدة بكمية أكثر من اللازم مما يزيد من تكلفة الأسمدة لذلك يجب أخذ العينات من المنطقة التي حول الجذور التي هي على عمق حوالي 6 بوصات كم عدد العينات التي يجب أخذها من العطل؟ إن كانت التربة المزروعة متجانسة فيجب يجمع عينتين إلى ثلاث ودمجها على الأقل لكل هكتار إذا كانت الأرض غير مستخدمة من قبل فيجب أخذ عينات تربة أكثر ويجب جمع حوالي 5 إلى 9 عينات من التربة لدمجها في عينة مدمجة واحدة والتي تمثل منطقة أخذ العينات بأكملها يجب وضع عينات التربة المدمجة في كيس بلاستيكي وتسجيل البيانات مثل الموقع والتاريخ وعمق التربة والمحاصيل المزروعة سابقاً بوضعها على الكيس يجب ملاحظة ما إذا كان هناك مقعة غريبة في الحق تظهر صفات مختلفة للتربة مثل اللون أو المنحدر أو الملمس فعند ذلك يجب أخذ عينات منها ووضع علامة عليها بشكل منفصل في حالة الرغبة بقياس محتوى النيتروجين المتوفر في التربة فيجب عند ذلك الحفاظ على برودة العينات عن طريق نقلها إلى مختبر التربة باستخدام صندوق مبرد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر